إلى السودان حيث قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا الذي كان يتزعى منه الرئيس المعزول عمر البشير قال أنه يرفض قانونا أصدرته السلطات الانتقالية بحله ومصادرة أصوله وتعهد أيضا بمواصلة جهود الإصلاح الداخلي وانتقد حزب المؤتمر الوطني قوى إعلان الحرية والتغيير التي قادت الاحتجاجات على حكم البشير انتقد بأنها تشارك الجيش حاليا في الحكم